تقدم على تنظيم كاس العالم للأندية وده أعتقد كان بداية اهتمام كبير من الجانب السعودي بفعاليات رياضية كبيرة وصلت إلى حد بعد كده الحصول على شرف تنظيم كاس العالم 2034 كاس العالم للأندية في الإعلام السعودي وإنت واحد من صناعه شايفه إزاي أولاً تحياتي لحضرتك وكل جمهور النادي الأهلي والقناة النادي الأهلي الإعلام السعودي لا حديث له على مدار الأسبوع اللي فات غير بطول كاس العالم بشكل عام والاتحاد على وجه الخصوص لأن الاتحاد يمكن بيرجع للبطولة بعد 18 سنة من مشاركته سنة 2005 فالأجواء كلها سواء في البرامج الرياضية أو في الصحف النهاردة مثلاً صحيفة الرياضية منزلة عدد خاص عن الرياضية الصحيفة الرياضية اليومية الوحيدة اللي مومدة في الصعودية منزلة يمكن العنوان الرئيسي المانشت الرئيسي جد مجرة النجوم مميزين في عنوانهم الرياضية ويمكن لو لاحظت أنت لو قلبوا في الصفحات بتجوه فيه موجود عاملين صفحة عن الأهلي أعتقد عمالقة القارة أو حاجة زي كده أو بطال أفريقيا وبرضو صفحة عن منشستر يونيتد صفحة عن منشستر سوري صفحة عن الاتحاد وكل فريق وقد دي له صفحة عن شغل جميل ده حال ده نموذج من الصحف السعودية كلها الورقية صالح الخليف مركز يعني؟ بالتأكيد صالح الخليف الأصراوي بس هو مهتم بالاتحاد رئيس تحريف صابت لصحيفة الاتحادية عملاق أفريقيا عملاق أفريقيا بالضبط الإعلام الفضائي أو الإعلام يمكن أنا تفرجت على حلقة مبارح كان وليد الفراج أكشن يدوري مع مستضيف النجوم الإعلام الاتحادي محمد البكيري وعدنان جستانية وجمال عارف مجموعة كبيرة من الصحفين المعارفين أو المصنفين كان نجوم الإعلام الاتحادي قل لي الاتحاد تحطه رقم كام في الشعبية في السعودية؟ والله فين حكتين يعني هو معروف رقميا الهلال رقم واحد الهلال الزعيم لكن الاتحاد الجمهور الأكثر تفاعلا في السعودية بمعنى يعني الأرقام بتاع الأربع سنين اللي فاتوا في الملعب بتقول الاتحاد الأكثر حضورا السنة دي فيه 16 مبارح في الدوري لغاية دلوقتي الاتحاد جمهورهم تقريبا 433 ألف أو 432 ألف ربا 130 ألف حضور 16 مبارح الاتحاد هو النادي اللي بيحضر له في الجوهرة المشعة لتصطيف البطولة 65 ألف بيقفلوا الملعب الملعب سعر كاملة؟ 65 ألف السعر الرسمية فالاتحاد صاحب الشعبية الأكثر تفاعلا يمكن الهلال في الشارع الأكثر لكن داخل الملعب الاتحاد هو الأكثر جماهوريا بالأرقام يعني على مدار الأربع سنين فاتوا على مدار العشر سنين حتى يعني الهلال شعبيته أكثر لكن جمهوره مش مهتم الهلال كان فيه يمكن من كم سنة كده جابوا شركة أبسون الأمريكية عملت استطلاع رأيك طلعت الهلال لوحده 45% من الهلال لوحده وطلعت بقية الأندية الاتحاد ثم النصر ثم الأهل السعودي ماشي لكن النصر يقل على الاتحاد في الشعبية أكيد في المركز الثاني وفقا للاستطلاع كان الاتحاد لكن كل عارف في السعودية أن جمهور الاتحاد في الملعب هو رقم واحد بأهزيجه بتفاعله بالتيفو اللي بيعمله كل يمكن حتى فيه تيفو عمله من كم سنة بتاع محمد رسول الله مازال عالق ومازال بيصنف على أنه تيفو رقم واحد هم حاليا حتى في البطولة دي مخططين أنهم في مرات الأهل يعملوا تيفو مختلف